اشتركوا في القناة سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرسل فانضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزعناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تمين الرشد من الخير فمن يكفر بالطاقوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوزقى لأنك صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرب أأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على علوشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعابك وشرابك لم يتشن وانظر إلى حمادك وللنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي لني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليقمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبت أنبت السبع سنبل في كل سنبلة مئة حب والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معلوف ومغفرة خير من صدقة يطبعها أذى والله غني حلم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فذركه صلتا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافلين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبتا من أنفسهم كمثل جنة بروة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بالصيل أي وانت أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا القبيس منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خير كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقتم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تنمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأعنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله اللبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من اللبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصة فنذرة إلى ميسرة وأنتصا تقول خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفاق لنفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعلم ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمنل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمنل وليه بالعب واستشهدوا شهيدين من نجالكم فإن لم يقونا رجلين فرجلهم وأتان ممن ترطون من الشهداء من الشهداء أن تطل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تدارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه أنفسكم وتخفوه وحاسبكم به الله فيغفل لمن يشاء ويعزب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفعل قبلنا أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسر كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على الغوم الكافرين ألف لامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله ذل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو امتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ينذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم قود النار كذا بعالي فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إن يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد من الصه من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عين ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار هالدين فيها وأزواج متحرة وأزواج متحرة ولدوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فانقل لنا ذنوبنا وقناع عذاب النعم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وديها لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبيطت أعمالهم في الدنا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب دعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معلدون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما فسبت وهم لا يملمون قل اللهم مالك الملك تغطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفحل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذرهم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تقفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه ومدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوفا بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويأخذ لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عموان على العالمين ذرية بعدها من بعنو الله سميع عليم إذا قالت اموأت عموان رب إني نذبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسى فالله أعلم بما وضعت فليسا زكلك الأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رسقا قال يا مريم أنالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا ذك لي يا رب قال رب هب لي من لنك ذلية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسون ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومؤتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزها واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي بركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أخلامهم أيهم يكتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يوشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى من مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلوا من الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشا قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضوا أمرا فإنما يقول لكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صوات مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وعلى الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله غير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيق ورافعة إلي يوم طحرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا سديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا عملوا الصالحات فيوفيهم مجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نطلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مسأل عيسى عند الله كمسأل آذم قال قوم ترى من ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا تكن من الممتدين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ولسانا ولسانا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك من لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتغز بعضنا بعضنا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة قل إنجلوا إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشتكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشحلون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنصر على الذين آمنوا وجه النهال وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضى بيد الله يؤتيه من يشاوى الله واسعا عليهم يختص برحمته من يشاوى الله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بيقنطار يؤده إليه ومنهم من إن تأمنه بدينا لا يؤده إليك إلا ما تمتع له قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمجين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سمنا قليلا أولا كان أخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألثلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشن أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فإذا خذ الله ميزاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم مصول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصير قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله وأسلم من في السماوات والأرض توعى وكرهى وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعسى والنبيون من ربهم لا نفلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينا والله لا يهدي القوما ظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملاكة والناس الجمعين والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تعبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور وحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفا لم تقبل تومتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم строى قاتل لم ي Lake L blocked عش الإشتراك من ملء الأرض أفعلكم أخضركم أخضركم